موسيقى موسيقى غلفت اللحمة بالطحين والفلفل الأسود ونقطة البهارات عشان هاي التغليفة هي اللي رح تاتينا التسبيكة والطعم الزاكي للأكلة فهي ضرورية هاي الخطوة بعدين قليتها بالزيت والزبدة أطفيهم؟ هاي خلاص هاي اللي ننطفيها ننخليهم قليتهم بالزبدة والزيت بعدين أضفت لهم بصل كامل أضفت لهم التوم الجزر والبطاطا وكنت طبعا ضايفة العسل ورب البندورم كرملته مع الزيت والزبدة الموجودين عنا والطحين بعدين أضفنا المرأة وأضفنا المزيد من الإبهارات وأضفنا شوية ملح وهي هي وشوية من الستيك سوس الجاهز وهيك صارت أكلتنا جاهزة بتمنى تجربوها وأكيد رح تحبوها وأضفت هلا شوية لوز والسمسم نكهته طيبة مع العسل كمان فرح تحبوها بهذه الطريقة إن شاء الله إذا منحتاج لكيلو من لحمة العجل مقاطعة لمكعبات معلقتين من الزيت بدنا معلقة كبيرة تقريبا من الزبدة المراعي بدنا الطحين بهارات مشكلة هلا رح أقولكم عنها إيش ممكن تضيفه أنا حاطة إرفي وهال وفلفل أسود وبهار ورشة جوز تطيب بالإضافة لأكليل الجبل وبدنا بندورة صلصة ستيك جاهزة ثلاثة كوب ماء مغلي وأربعة حبات من التوم بالإضافة للخضار اللي هي بطاطا جزر فطر ممكن نحط كمان في عنا بصل بصل الشوي البصل الصغير وبعدين في عنا بهارات البهارات مذكورة مرتين هي نفسها ملح وفلفل ولوز وسمسم للتأديم طيب رح أعمل أول خطوة شوفوا معي عبين ما يحمى معنا الزيت لأنه الزيت عندي لازم يكون كتير حامي تمام حطوا كمية جيدة من الزيت وأنا طبعا أكيد دايق شوي خلينا نجيب الزبدة عشان أفرجيهم إحنا مستخدمين طبعا زبدة المراعي سوف أضع دوب معلقة منها لأنه ما بدي إياها تنخلط مع الزيت ونقلي فيها اللحمة خليهم عبين ما يحموا خاطرك كويسة الزبدة مع الزيت طبعا لأنها لحمة عجل كتير تطلع طيبة على فكرة أنا كاتبة كيلو هون مستخدم شوي أقل من الكيلو فحتى لو نصف كيلو تطلع الأكلة ممتازة معكم رح نضيف شوي تطحين على اللحمة وقليل من البهرات وفلفل أسود وفلفل أسود الملح لا نضيفه طبعا نضيفه بعدين أنا اللي بدي أعمله بدي أحاول أغلف كل هاي المكعبات اللي عندي بلطحين شرحي ما لعنا لطحين بهاي الحالة أول إشي رح يعطي قوام للأكلة رح تطلع الأكلة مسبكة ما بتطلع مرأة تطلع راكزة صح وبالإضافة لأنه بيعطي زي طبقة مقرمشة شوي بتكون على اللحمة ما بتكون اللحمة زي كنها مسلوقة سلئ بتكون إلها قوام أثناء ما أنتو بتاكلوا هاي الأكلة هلأ صارت جاهزة معانا يا سامير بس تحميليها لالتمانية لو سمحت أوكي حتى لالتسعة شننازم تكون كتير حامية شوف شوف تمام حطيت عليه طحين وإيش كمان طحين وفلفل أسود شوي تبهرات أه ملحة يخنت اللحم بالعصر شايفين كيف عم بحاول قدر الإمكان إنه نخلي كل المكعبات هاي لحامي شاطر يا أشك ديمة لحامي شاطر بعد نقولك شغلة لحمة العجل يعني في بلدي في مستورد يعني في مستورد مش كتير غالي وطيبة وممتازة فيعني حتى لو نص كيلو ست البيت مع البطاطا والجزر بتطلع معاها أكلة محرزة طعا يعني بتمنى إنكم تجربوها اللي لحمة مش عجل إذا حابب يعملها بلحمة الخروف أوكي بس بتمنى منكم إنكم تسلقوها قبل قبل ما تعملوا هاي عملية التقلاي حتى تتأكدوا إنها استوات معاكم هاي عندي إيها طرية كتير مش هتاخد يا دوب تشم الزبدة والزيت ولا هي مستوية طب يا جماعة بس دولكم شغلة دايما أنا بحكي ملاحظة إنه لما ننزل أي نوع بلوتين لحمة دجاج على أي طنجرة لازم تكون طنجرة حامية جدا يعني انت لاحظت كيف تصنيع طبعا لإياها لإنه هاي اللسعة شو بتعمل صدم المباشرة بدك إياها هي بتصدم اللحمة تحتفظ بعصائرها بتغلفها صح ما بتنزلك مي ما بتزنخ لعدة أسباب فلازم تكون كتير حامية وعن جدا ما بكم تقولوا اللحمة إذا بحطوا زبدة وزيت رائع رائع بتلع معا نكسة الزبدة بالتقلاء زاكي أنا راحب الزبدة كمان بالبيض المقلي هيك هارك اوه لقيها خاصة أنا البصل حاولت يكون يعني مش كتير صغار اللقيتهم بس أنا بافضلهم يكونوا شوي أصغر بديا كامل زي ما هو طيب راح أحطي التوم التوم برضو شرحات كبيرة هاي راح تعطينا الصلصة اللي أنا بدي إياها مع العسل أنا ضايفة عسل بهاي الأكلة ما تستغربوا إنه فيها عسل بليس جربوها قبل فرح أحط تقريبا ما يقارب معلقة كبيرة من العسل بدي إياي تكرمل مع اللحمة هلأ هدا النايلان ها هم شكرا تقريبا معلقة كبيرة من العسل وبرضو بدي أحط رب البندورة يعني بدي العسل ورب البندورة يتكرملوا هلأ شوي مع هاللحمة شايفين كيف؟ مع هالخواص طبعة اللحمة عم بأخدها من تحت وبدنا نخلطهم كلهم مع بعض إذا زي ما انتو شايفين هلأ كل الخواص شايفين كيف اختفت الخواص كانت عبارة عن الزبدة الزيت الطحين اللي على اللحمة بالإضافة لرب البندورة والعسل هلأ بدي أضيف الخضار تباعا أول إشي رح أحط البطاطا عشان برضو تبلش تاخد لون شوي خفيف عشان ما تطلع كلها طعمتها مسلوقة داما الخضار اللي إذا من سقطها بآخر الأكلة بتاع طعم مسلوقة سلق إحنا بدنا يتحمر شوي وياخد منها الخواص تمام طب بدي أحكي ملاحظة فضل الفطر اللي عندي أنا مقطعته زي ما انتو شايفين لقطع كبيرة ما يكون صغير كتير لأنه بدوب بسرعة بس شايفين حتى يعني الساق في كتير ناس بيتخلصوا منه أنا بصراحة مرات يعني بس بانطفو شوي وبحطو بالأكل عشان حرام يعني بحس إنه في كمية جيدة بتطلع من السيقان وهي إذا طريقية ومش آسية شايفين كيف عم تتفتت معي فعادي نحطها بالأكلة فرح أنزل أول إشي الجزر أنا جايب للجزر اللي حجمه صغير وأنزل الفطر هل تحطي الماء هسا قبل الفاصل؟ لا بعد الفاصل عشان بدي أقلبهم مع بعض مظل هلأ في عندي هون زر بندورة واحد حبة بندورة واحدة مفرومة ناعم رح أضيفها لأنها برضو رح تعطي غنى للطبق مع هالمرأة اللي رح نعملها هلأ هناك شيء يسمى ستيك سوس مذكور بالوصفة إذا لم تجدوا تضعوا معلقتين سويا سوس هل تضعوا مكان؟ هل هذا ستيك سوس؟ لا هذا ستيك سوس ستيك سوس شما ما أحلى هو بس يعني رح يعطي غنى أكتر للأكلة إذا لم تجدوا نوعا ما إذا لم تجدوا ما في مشكلة بس هو على فكرة يعني مش غالي وموجود جنب السويا سوس وكل السوسات الثانية بالسوفر ماركت فسهل أن تجدوا فهلأ بس رح أخلطهم مع بعض يخنات إجمالاً ذاكية بعدين مش بس هيكية شتوية جداً وبعدين يا سمير ذكرتني بأشي كتير مهم بدي أحط لها إكليل الجبل طازة عشان نعطيها برضو هيك دفع وغنى شوفوا بحطة زي ما هو بخليه جوه الأكلة بيعطيناكها وبعدين اللي بده يشيله يشيله خلينا نحطينين بسمع عشور تحكيرك فن وإبداع الله يرضى عليك يا بسمع هلأ بقدار أضيف الملح أنا الهلأ مش ضايف ملح على الأكل إذا أنتم لاحظين هلأ ما نضيف الملح بعد ما نضج معنا اللحم وظل نحط آخر إشي الماء بس قبل ما نحط الماء الماء غليتها نعم بذكئة نعم رح أحط شوية من البهارات المشكلة اللي عندي رح أقولكم شو هي مرة ثانية قديش رح ينطبخ يعني بدنا بس نغمرها قديش رح ينطبخ ساعة ساعة 45 ديئة لساعة عشان كل الخضار تطر معنا هلأ شغلة مهمة البهارات هي عبارة شوفوا هلأ هناك كثير بهارات طيبة وفيه بهارات يعني بتعزز النكهات يسلموا إديك خاطر غمرناها صح؟ الله يرضى عبي عشان عشان نعمل قهو صح؟ حاضرين طيب يا جماعة هلأ أنا حطة إرفة شوفوا أكتر إشي بالبقلة اللحمة أكتر إشي بالبقلة اللحمة هي الإرفة والهيل والبهار السادة والبهار الحلو هذول التلاتة وجوز الطيب شوي فأنا حطت هذول مع الفلفل الأسود والملح روعة يعني إذا حطينا زنجبيل أو كركم أو هيك رح تتغير طعمة الأكلة فبس التزموا به هاي البهارات لأنه مع العسل والكرملة وهي الأشياء ما بدنا الطاعم كله يضرب مع بعض لأنه مرات لما منزيد الأشياء تضرب مع أنا عكسي فنحاول نتقيد بالمقادير هأعيد لكم سريعا كيف عملناها عبين ما برضو نجيب الجاهزة ونبدأ نسكب فيها طيب رح أضيف بس شوية شطة مجروشة بتعطي لون حلو ممكن رشة زعتر بسيطة إذا حابين أنا هاد عم بعطي بس للشكل بصراحة رح أحط كمان شوية بقدونس أوكي وهون عندي لوز محمص حاضر أستاذ عبد الله خليفة حاضر ترجمة نانسي قنقر